فيروس الكورونا الذي أصاب الجميع بالذعر والرعب وأصبح سرطان العالم الذي يدمر اقتصاد دول عظمى أخيرا ظهور بارقة أمل فهل هي بداية نهاية الوحش المدمر؟ نهاية فيروس الكورونا السلام عليكم محمد أبو ناموس أول المتعافين العرب من فيروس كورونا يروي تفاصيل مؤلمة قال الفلسطيني محمد أبو ناموس أحد المتعافين من فيروس كورونا إن حالته كانت صعبة فور إصابته بالفيروس مؤكدا أنه كان يشعر بإجهاد في الجسم وضربات قلبه سريعة وألم في العين وأضط أول عربي متعاف من كورونا خلال حواره على قناة الآن أنه كان يشعر بألم شديد في الرئة وكان يشعر بأن هناك مسمارا يدخل ويخرج في الرئة وأشار أبو ناموس لأن التعافي يعتمد على الجهاز المناعي للمريض مؤكدا أن فيروس كورونا يمكن التغلب عليه وأوضح أول عربي متعاف من كورونا إن العرب في ووهان جميعهم بخير وأنه الوحيد الذي أصيب بالمرض قبل أن يتماثل للشفاء وتابع هذا المرض سهل ممتنع ويكاد يشبه الإنفلاوانزا ولكنه أكثر حدة وألما الأعراض صعبة ومؤلمة تشعر كأن يدا تخرج رئتيك من جسدك كورونا يقوم بتدمير الرئة بشكل كامل ثم يجيء السؤال الأهم بعد ذلك هل الشخص الذي شفي من فيروس كورونا يمكنه نقل العدوى؟ هل يمكن التواصل مع شخص أصيب بفيروس كورونا المستجد؟ بعد تماثله للشفاء؟ وهل الشفاء من فيروس كورونا يعني أن الشخص لم يعد مصدرا للعدوى بالفيروس؟ ولا يشكل خطرا على الأشخاص المحيطين به؟ حسنا ما زال العلماء يحاولون فهم آلية انتشار الفيروس الذي ظهر بمدينة ووهان في الصين في ديسمبر كانون الأول الماضي وانتشر في عدة بلدان أخرى وتم تسجيل أكثر من 95 ألف حالة عالميا وأكثر من 3200 وفا وتم إجراء العديد من الأبحاث منها دراسة صغيرة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية وشملت أربعة عمال طبيين تتراوح أعمارهم بين 30 و36 عاما وصيبوا بفيروس كورونا وعرجوا في مستشفى تشونغان بجامعة ووهان في الصين تعاطل أربعة جميعا ونقل واحد فقط إلى المستشفى أثناء المرض وعرج بعقار تاميفلو المضال الفيروسات وفقا للدراسة ولمعطيات علمية أخرى يمكن تلخيص مسار وضع الفيروس في جسم المصاب على النحو التالي أولا بعد إصابة الشخص بكورونا وتعافي وهذا يعني اختفاء الأعراض والحصول على نتيجة سلبية اختبار وجود فيروس لدى الشخص فإن الشخص قد يبقى حامل الفيروس لمدة أسبوعين على الأقل ثانيا عدم ظهور الفيروس في الاختبار لا يعني أن الجسم خال منه إذ قد يكون في مستوى منخفض لا يستطيع الاختبار كشفه ثالثا وجود تركيز منخفض من الفيروس في الجسم يعني أنه قد لا يكون قادرا على أحداث ضار في الخلايا ولذلك تختفي الأعراض رابعا خلال فترة وجود الفيروس في جسم الشخص المتعافي فإن الشخص قد ينقله لشخص آخر لكن هذا الاحتمال ضئيل لأن كمية الفيروسات في جسم المتعافي قليلة ولأن الشخص لا يعاني من أعراض أي لا يعطس ولا يسعل وبالتالي تقل احتمالية نشره الرذاذ الذي قد يحمل الفيروس خامسا مع ذلك فإن الشخص المتعافي حديثا من الفيروس قد ينقل الفيروس لشخص آخر إذا اختلط معه بصورة لصيقة مثل مشاركة المشروبات والأطعمة سادسا العلماء ما زالوا يبحثون حول إذا كان ممكنا بعد مرر الأسبوع أو أسبوعين أن يرتفع مستوى فيروس كورونا لدى الشخص المتعافي في الدم أو الرئتين إلى تركيز أعلى بحيث يمكنه نقل الفيروس إلى الأشخاص المحيطين بسهولة سابعا من الممكن أن يصاب الشخص المتعافي من كورونا بالفيروس مرة أخرى بعد شفائه وذلك وفقا لصحيفة نيورك تايمز حيث أفادت الحكومة اليابانية بأن امرأة في مدينة أوساكا جاءت النتائج لتؤكد إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد أسابيع من تعافيها من العدوى وخروجها من أحد المستشفيات وبدت على المرة اليابانية في أول الأمر أعراض إصابة خفيفة بفيروس كورونا وخضعت في أواخر يناير كانون الثاني الماضي للفحص الطبي وجاءت النتيجة إيجابية وخرجت من المستشفى في الأول من فبراير شباط الماضي بعد أن فحصا جديدا خضعت له لاحقا عندما شات إلى المستشفى شاكية من التهاب في الحلق وألم في الظهر أثبت أن الإصابة بفيروس كورونا عاودتها مرة أخرى ويقول فلوريان جرامر عالم الفيروسات بمدرسة طب مونسيناي إنه من غير المحتمل أن تتكرر الإصابة بالعدوى خلال فترة قصيرة لكنه مع ذلك لا يستبعد تجددها مرة أخرى ويضيف أنه حتى في أخف حالات الإصابة فإن الشخص الذي تعافى سيتمتع بحصانة ضد الفيروس لفترة قصيرة من الزمن على الأقل الخلاصة إذا كنت تعرف شخصا أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه فيجب استشارة الطبيب أولا لمعرفة الإجراءات التي يوصي بها ويجب تلاف الاتصال الوثيق بالشخص الذي تعافى مثل عدم مشاركة الطعام والشرب أيضا بالنسبة للشخص الذي تعافى من كورونا فيجب الالتزام بإرشادات الطبيب وإرشادة النظافة الشخصية مثل غسل اليدين وتغطية الفم والأنف أثناء العطاس والسعال وعدم استعمال الأدوات غير الشخصية من ملابس وفراش وأدوات طعام معطيات جديدة قال خبراء في صحة الحيوان في هونغ كونغ إن كلبا يخضع للحجر الصحي ويملكه شخص مصاب بفيروس كورونا قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر للحيوان ولكن موضح أن الأمر لا يزال قيد البحث ولم تظهر على الكلب حتى الآن أي أعراض وقال الخبراء الذي يبحثون الحالة أنه لا ينبغي أن يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بقلق كبير أو أن يتخلوا عن حيواناتهم ويقول موقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الحيوانات الأليفة قد تصابوا بعدو فيروس كورونا من أصحابها كما أظهر دراسة حديثة أن المصابين بفيروس كورونا يلوتون غرف نومهم وحمماتهم بشكل كبير مما يظهر الحاجة إلى تنظيف الأصطح مثل أحواض غسل اليدين والمراحيض بانتظام ويمكن القضاء على الفيروس من خلال تنظيف الأصطح الملوثة بمطاهر مرتين في اليوم كما خلصت الدراسة التي نشرت في مجلة جاما وبدأت الدراسة التي أجراها باحثون من المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورا ومختبرات دي اس او الوطنية بعد تفشي فيروس كورونا في بعض المستشفيات الصينية ودفع الأمر العلماء إلى الاعتقاد بأنه إضافة إلى السعال فإن التلوث البيئي كان عاملا مهما في انتقال المرضى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهم مرحبا بكم مشاهدين الأكارم معكم أخيكم في الله أيمن صابر بقناة معلومة أحببت في خاتمة ذلك الفيديو أن أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلنا دائما نقرأ أو نسمع في دروسنا الماضية يعني كلمة ما هو المستفاد من ذلك الدرس وكذلك سوف أقول لكم هل أضاف إليكم ذلك الفيديو الجديد أو معلومة جديدة إن أضاف إليكم فالحمد لله والشكر لله وإن لم يضيف إليكم أي شيء جديد فكفانا فقط شرفا ويوجودكم معنا وكذلك مردو أن نسعد بوجودكم في الفيديو القادم كان معكم أخيكم في الله أيمن صابر أستودعكم الرحمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هنا انتهى الفيديو ولكن لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد عزيزي المشاهد قبل أن ترحل يجب أن تعرف أننا عائلتك الثانية التي تسعى دائما لتوفير كل المعلومات الدينية والثقافية القيمة والصحيحة فنحن نسعى جاهدين هنا في قناة معلومة أن نبحث جيدا عن أصل المعلومة ومدى صحتها ونقدمها لك بشكل بسيط ومفصل وندعوك عزيزي المشاهد لمشاهدة المزيد من الفيديوهات على قناة معلومة فلدينا قصص الأنبياء كاملة وكذلك قصص الصحابة والتابعين قصص تحكي تفاصيل حياتهم وما تعرض له من مواقف قاسية لنأخذ منها العظة والعبرة وكذلك كل المعلومات التي تحتاج أن تعرفها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قصص من داخل بيت النبوة وكل ما تود معرفته عن أحداث النهاية فيما يتعلق بالعلامات الصغرى وما ظهر منها وما سيظهر وكذلك العلامات الكبرى من ظهور الشمس من مغربها وقصة أجوج ومأجوج والمسيح الدجال وما سيحدث بالتفصيل يوم القيامة وأيضا كذلك نعرض عليكم أهوال يوم القيامة من أحداث الصراط المستقيم والعرض والمشر وغيرها من الحقائق والعلامات كل ذلك من خلال قناتكم قناة معلومة كل ما عليك الآن هو الاشتراك في القناة والدخول إلى صفحة القناة للتمتع بمزيد من الفيديوهات القيمة لا تنسوا تنشيط علامة الجرس تقبلوا تحيات أخيكم في الله أيمن صابر